ناخد آخر مجموعة كابتال رضا وهي مجموعة بحر المجموعة طبعا الجماهيرية اللي حق فيها المنصورة الفوز على صيد المحلة بهدف اللاعب عبدالله شيكا كمان عاطف نسح حارس المنصورة تصدر ركلة جزاء في الدقيقة 94 تصدر ركلة جزاء والحاكم قام بنهاية المباراة بفوز نادي المنصورة لكن كانت أقوى من المباريات فوز المصر بالسلوم على بلدية المحلة 2-0 فاني المصر بالسلوم اللي بيستعد استعداد قوة جدا للنادي الأهل في كاس مصر بيزهور جيد أمام فريق بلدية المحلة كان في فوز سهل لدى منهور على فريق الرجاء 3-0 الفوز كمان كفر الشيخ اللي بعد هزمته من صيد المحلة قدر يفوز على سبورتنج 1-0 القلوم بقضاع فوز على دي كيرنس بفضل مهارة اللاعب محمد عبدالمنعم دقيقة 92 قدر يسجل هدف طبعا من ركلة حر هنشوف كمان فريق القلومبي في هذه المباراة اللي قدر يتقدم لللاعب مؤمن حمدان قدر فريق طبعا دي كيرنس كانت ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء قدر يسجل منها الهدف بنشوف طبعا تقلق حارس محمد العربي حارس مرمى الولومبي نشوف تقلق اللاعب أحمد فاهمي الجناح الأيمن محمد رجب أيضا لاعب فريق الولومبي لكن دي كيرنس بقضاعات الكابتن حسام عبدالعهل بيقدم أداء مميز جدا نقطة خارج ملعبه يعتبر رغم أن فريق دي كيرنس بعد عشر جولات كان فريق نقطتين بينه بين الولومبي النهاردة بنشوف لكن الأهم حاليا لفريق دي كيرنس هو التسويق أكتر من اللاعب زي ما شوفنا انتقال شادي ماهر لفريق النادي الإسماعيلي لكن في المباراة الأخرى كمان الحمام محرس حدود فهنا تعادل الولومبي تعادل الحمام محرس الحدود بالفعل لكن كانت الفوز الأهم هو الفريق كفر الشيخ أبو إيرد الأسمدة بعد ما كان في مركز أخيرة قدر يتقدم ولكن أصبح في المركز الرابع برصد 34 نقطة على الأقل ينهي الموسم بظهور جيد بقيادة الكابتن أيمن المزين الزرقة بعدم لعيبة من ناشئين قدر يفوز على بيونيرز 3-1 أحياء أماره بالفعل لكن طبعا بعد شاكوى اللعيبة في مجلس الضرف اتحاد الكرة قدر أكتر من اللاعب عنصر يعني مثلا في محمد طفل موليد 2002-2003 في ديئة وحيد موليد 2002-2003 أنا بحب سامير موسي وكمان كان فيه لقطة جميلة ابنه هو يقول وكمان عبد الرحمن وأحمد سامير اللي اتنين يعني اللي اتنين وقفوا جنبه بعد أكتر من 18 لعب أمه بشكوته زهور جيد كمان المباراة تسببت في رحيل كابتن مصطفى مرعي من بيونيرز وتولى القيادة كابتن محمد عبد الله المدير الفاني الحمام اللي هيواجه طبعا فريق الحمام الجولة المقبلة